اشتركوا في القناة والفيديو ده ممكن يهب مع اصحاب الناس اصحاب المتاجر او اللي محتاجين يعملوا اعلانات ممولة عن الفيسبوك لكن الطريقة دي انا اشرح فيها طريقة عمل اعلام ممول لفيديو على الفيسبوك الموضوع يبقى بسيط جدا ان شاء الله لكن اما شرحت قبل كده ازاي تقدر تعمل اعلان منشورة عندك على صبحتك عن طريق الكمبيوتر وعن طريق التلفون لكن دلوقت هننزل فيديو على الفيسبوك وهنعمل له اعلان بابسط الامكانيات او ابسط الميزانية معاك ويانا بينا كده لابدأ الشرح انا رفعت عالدي على الفيسبوك فيديو زي ما انتو شايتين كده ده فيديو بيتكلم عن لعبة او فيديو ممكن يتكلم عن ملتج انت ورحتك بقى يعني نشوف الفيديو عندك بتكلم عن ايه واحنا نعمل له ترويج كل عليك بس بتروح عندك على حاجة اسمه adsmanagerfeesbook.com اللي هي اللي قدامك فودي او الرابط اللي سيبقونك في الوصف او التعليقات الرابط ده ده صفحة التوجيه علشان تقدر تعمل منها ترويج للمنشور طيب انا عايز اعمل ترويج للمنشور من كلمة ترويج المنشور ده انا اقولك ممكن تنفع معاك او ممكن تعمل بقى اعلان عادي لكن يفضل انك تستخدم حاجات اكسر احترافية علشان تقدر تحدد الاعلان بتاعك وتحدد الميزانية بتاعتك هتروح فين وتيجي منين كل عليك بس بتضغط عندك على كلمة انشاء زي ما انت شايف كده انا وبعد كده بتختار عندك التفاعل احنا نختار الاعلان علشان التفاعل والتعليقات واللايقات ده طبعا تسعة وستفى من مية من الناس ده اقراضهم في الاعلان دلوقتي بتضغط عندك على كلمة تفاعل وبعد كده بتضغط عندك على متابعة هتستنى شوية لحد ما هيتم توجيه في الصفحة القدامك دي اكتب هنا الحملة الاعلانية على سبيل المثال هنكتب الحملة الاعلانية هنا الفيديو احنا هنا كتبنا الحملة الاعلانية فيديو بعد كده بتنزل تحت عندك على الفئات سب كل حاجة زي ما هي حتى كمان عرض خيارات اضافية سبها برضو زي ما هي كل عليك بس بطلط عندك على التالي احنا كتبنا كده بس الحملة اسمها فيديو انت بمكن تكتبها اي حاجة زي ما انت عاوز دلوقتي يقول لك ادي اسم المجموعة الاعلانية برضو سيبها زي ما هو زي ما هي او تكتبها فيديو تمام بعد كده انا بتحويل الموقع بقولك طبيقات مرسلة او في اعلانك او موقع ويب او طبيق او صفح على فيسبوك لا خليها في اعلانك علشان هنستخدمه لتشجيع الاشخاص على مشاهدة الفيديو او تفاعل مع منشورك او مناسبتك تمام احنا محتاجين الاعلان عشان الفيديو والناس ستتفعل عليه لايكات وكمنتات دلوقتي بقى بتنزل تحت كده شوية بقولك نقعد تفاعل مشاهدة الفيديو خليها بالفعل لمشاهدة الفيديو او تفاعل مع المنشور يفضل مشاهدة الفيديو ولا تفاعل مع المنشور خليها تفاعل مع المنشور لان هيتعمل في الاتنين يعني احنا تفرج على الفيديو وكمان هيتفاعل مع المنشور دلوقتي تنزل تحت كده هنا شوية بقولك هدف الاداة تسيب كل زي ما هي كل حاجة زي ما هي تكلفة الهدف لكل نتيجة برضو سيبها فاضية انزل تحت هنا عندك على كلمة عرض فيارات اضافية بولك الحدث التي تتم محاسبتك بمقابله عدم مرات صور في الاعلان بسببها برضو زي ما هي ودي اعلان قياسي. انك هنا الميزانية خلي بالك بقى انت عاوز تعمل ميزانية يومية يعني ممكن تعمل اعلان على حسب الميزانية بتاعتك يعني اقل من الف جنيه تعملها يومية. ازيب من الف جنيه تعمل حملة كاملة. طيب ايه الفرق? لو جيت اعمل ميزانية يومية هنا ممكن تحدد اي سعر انت عاوزه. ممكن ميتين جنيه اه تلتمائة جنيه خمسمائة جنيه براحتك خالص. لكن لو جيت تعمل حملة او ميزانية الحملة كاملة اقل حاجة تقريبا بتضفها في الحملة دي حوالي تسعونية تسعة واربعة وتسعين جنيه. يعني حوالي الف جنيه. يعني الف جنيه ده زمن تضفها هنا. عشان تعمل ميزانية الحملة كلها. طيب ايه الفرق بين الاثنين دي انت بتحسدها بشكل يومي. بتحدد الايام بتاعتك اقل حاجة اربع ايام وهاشرح كل الكلام ده. او الحملة كلها انت ممكن بقى تحط اربع تيان اسبوع اسبوعين براحتك خالص بالالف جنيه. لكن انت لو ميزانيتك اقل من الف جنيه خليها عندك هنا الميزانية اليومية. واحدد معاكم حوالي ممكن نقول ميتين وخمسين جنيه. يعني حاجة وسيطة جدا علشان الناس المبتدئين واللي لسه بيتعلموا الشرح معايا. دلوقتي هنا تاريخ البدء بيقول لك هيبدأ من اول النهاردة والنهاردة اربعة وعشرين لحد يوم انت حدد بقى تاريخ بتاعك هتعدي اربع ايام يعني هتخليها هنا عندك على يوم تمانية وعشرين. افضل حاجة تعملها في الاعلان الميزانية اليومية انك تحط الميزانية وتحط اربع ايام. متقلش عن كده وانا تزيد عن كده. بالمبلغ سواء كان من تلتمية لخمسمية جنيه ما تزيدش عن اربع ايام او تقل عن اربع ايام. دلوقتي انت بتنزل تحت بتلغط عندك على كلمة خيارات اضافية. انك جدولة عرض الاعلان سبق زما هي احنا اصلا كده كده سبق واحنا جده عملنا لها جدولة. بنا كان الموقع هنا بتحدد الموقع بتاعك على كان عناصر التحكم في الجمهور. بتحدد بقى المكان ان انت حابب الجمهور يشوف اعلانك فيه. سواء كان في مصر برا مصر اي مكان انت اعوي. اول دوله هنا تعديل اضغط عندك على كلمة تعديل. اقول لك هنا الموقع مصر انت ممكن تعملها غلق او بتضغط عندك البحث في الموقع وتبدأ تضيف الموقع بتاعك. يفضل عندي لو مزانية كليلة حاول تخليها في محافظة معينة او عدب من المحافظات المعينة. على سبيل المثال انا اخلي مثلا هنا القاهرة. كمان بضغط على عندي القاهرة هنا بالشكل ده كده. زي ما انت شايف عمل لي دايرة حوالين المحافظة. انك انا هعمل في المحافظة دي بس. انت ممكن تعدل عليها عادي جدا. بقول لك هنا بقول لك مدن ضمن النطاق الجغرافي ممكن تقل شوية او ممكن تزيد شوية. يعني كده انا زودت. هاخد القاهرة بما فيها من محافظات. او ان انا احدد القاهرة بس. يعني انا اخلي محافظة القاهرة بس. وما يطلعش الاعلان برا النطاق ده. لو انت ميزاناتك قليلة حاول تخليها محافظة. وممكن تاخد بايت القرى او المدن المجورة معاك. غير كده ما تعملش. لكن انا دلوقتي انا اخلي الاعلان في مصر. تمام? هنخلي انا اكتب طب مين مصر. كده انا حددت مصر كلها والاعلان هي تسمع في مصر كلها. طيب. دلوقتي يقول لك الجمهور باستخدام. لا سيب كل الكلام ده. ده على طريق الزكاة الاصطناعية. اقترح الجمهور. لا بسيبك من كل الكلام ده برضو. انت بس كل عليك بتروح عندك على العمر. تتخلي العمر بتاعك. شوف الاعلان وما هو اللي انت هتعمله. ازيب من 18 او قال لي من 18. انا يفضل عندي اعلامات اللي انت هتعملها. خليها من اول 18 لحد 65 زي ما هي. قال لك الفئات الجنسية هنا هتضغط عليها وتقول لكل سواء كان رجال او نساء. لو انت حابب الاعلان يظهر للرجال فقط مفيش مشاكل. حابب يظهر للنساء برضو مفيش مشاكل. على سبيل المسال ان انا اختار للرجال بس. يعني اعلان ده بيتكلم عنا على العاب بيخلي للرجال بس. قال لك الاستهدافة التفصيلي اضغط على كلمة تعديل. ومن هنا بتضيف المعلومات الدغرافية والاهتمامات والسلوكيات. يعني المنشور بتاعك. شوف الاهتمامات بتاعه ايه? انت ببيع مسلا اه ملابس. اكتب ملابس. بتبيع اساس. اكتب اساس. بتبيع هواتف. اكتب هواتف. لكن دي انا هعمل اعلان للعبة. طيب تمام? انا ضفت الاهتمامات الخاصة بالمنشور او الفيديو بتاعي. الفيديو ده بيتكلم على علعاب اونلاين. انا ضفت طبعا سلك رود وضيفت علعاب اونلاين. وانو تسوقون المتفاعلون ما تنساش تكتب الكلمة دي اللي هي كلمة المتسوقون المتفاعلون بيبقى عليها اكبر عدب من الجمعور زي ما انت شايف كده. طيب انا جبت الكلمات دي اللي مفتاحية دي من اين? انت بس كل عليك بتكتب الكلمة المفتاحية دي على جوجل. يعني انت لو بتتكلم على شركة كبير قوي زي بتتكلم على اه شركة شحن. بتتكلم على اه المركة معينة. انت كل عليك بس بتكتب اللعبة او اسم اللعبة او اسم الشركة بيزهر لك اقتراحات يبحث الاشخاص ايضا. خب اسم كل لعبة كده واسم كل منتج لشركة وتضيفها عندك في الاهتمامات واللي يزهر معاك اضيفه. انت ممكن تضيف اربع كلمات مفتاحية او خمس كلمات مفتاحية ما تقترش عن كده لكن اهمها المتصوقون المتفاعلون اللي هي قدامك دي كده اكتبها وما تنساش. دلوقتي انت بتنزل تحت كده شوية خلاص احنا كتبنا الاربع او خمس كلمات مفتاحية. انت بتضغط عندك على الموضيع خليها زي ما هي. وبعد كده هنا بتختار عندك خيارات اضافية. هتنزل تحت كده شوية نشوف في حاجة محتاجينها. قال لك هنا امان لا خلاص خلي كل حاجة زي ما هي. سيب كل حاجة هنا زي ما هي. كل عليك بس عندك بتضغط على التالي. هتضغط عندك على التالي كده بقول لك ده اسم الاعلان. ودي كمان الصفحة بتاعتنا. احنا نختار اسم الصفحة من هنا. قال لك صفحة الفيسبوك. هتنزل تحت كده شوية. بتختار اسم الصفحة اللي انت هتعمل عليها الاعلان عشان يقدر يبدأ يظهر عليها المنشورات. هنعرف كل ده دلوقتي. انا اختار الصفحة دي اسمها فيتشاب انلاي. بعد كده هنا بكتب عندي استخدام هذه الصفحة المحددة او ربط حساب. لا خلي هنا استخدام الصفحة المحددة. لها صفحة الفيسبوك. مش عايزين حساب الانستجرام خالص. دلوقتي بقول لك استخدام المنشور الحالي. اعمل هنا اضغط على انشاء منشور الحالي واعمل تحديد منشور. يعني خليها استخدام المنشور الحالي. وبعد كده اضغط عندك على كلمة تحديد منشور. هتضغط عليها دخطة كده. وتشوف البوست اللي انت تنزلته على الفيديو بتاعك. دلوقتي مسلا هنا اختار فيديو زي ده كده. بضغط عليه ضغطة. تمام انا دلوقتي اختار الفيديو معك ده. بضغط على كلمة معرف المنشور واضغط على المعرف الخاص بالفيديو. طبعا يظهر كزا فيديو عندك. بس تأكد انك هتعمل اعلان للفيديو المحدد اللي انت عاوز تعمله اعلان بدل ما تطلق بط وتعيد كل الكلام ده تاني او تصير الفلوس عن فاضي. خلي بالك انا ضغط عندي على المعرف المنشور ده. ضغطة واحدة كده لحد ما يقول لك انا تم الاضافة وبعد كده تضغط عندك على كلمة متابعة. هنا بيقول لك هيظهر على الفيسبوك بالشكل ده كده او هيظهر على الريلز بالشكل ده كده لكن احنا هنعمل الاعلان على الفيسبوك بس. مش محتاجين ولا محتاجين الماركت ولا محتاجين الانستجراب ولا المسنجر ولا الحاجات دي كلها. علشان ما ندفعش فلوس زيادة. كل عليك بس انك بتنزل تحت كده حبتين بقول لك رسالة رسالة على الواتساب تعمل لها ازالة برضو لانها بتسحب فلوس اكتر. انا عملت لها ازالة خلاص انزل تحت كده كمان. بعد كده ما تيجي تخلص خالص كل حاجة. كل عليك بس بتضغط عندك على كلمة نشر وبتبقى تنشر الاعلان بتاعك. بقول لك كنا اتجار تحميل وتستنى شوية لحد ما يتم نشر الاعلان بتاعك. ويبدأ معاك بخلال ساعة او ساعتين قيد المراجعة بعد كده بيبدأ يتنشر الاعلان بتاعك على الفيسبوك. وفي نهاية كده زي ما انت شايف ظهر معنا جار المعالجة. تستنى شوية بس كل علي بس بروح عندي على فيسبوك بمسح كل الكلام ده. وافتح معاكم الرابط ده كده. اضغط انتر واشوف الفيديو بتاعي هيوصل معي الفين. طبعا زي ما انت شايف كده قال لي تم جدولة الاعلان زي ما انت شايف بتعمل له كدولة. انا كنت عمل باست فوق هنا زي ما انت شايفين ودفع فيه ميزانية تلتمية جنيه. طبعا النتائج كويسة جدا. والوصول وصل لعشر تلاف آآ شخص. وكمان مرات الظهور معاكم هنا اربعتاشر الف. وتكلفة لكل نتيجة ستة وتلاتين قرش. وكمان المبلغ اللي تم انفاقط عندك هنا مية تنمية وسبعين جنيه. وده ابسط ميزانية انت قدر تستخدمها. وانا شرحت الفيديو ده قبل كده. ازاي تقدر تعمل منشورة على الفيسبوك باقل ميزانية واعلى ردش. ممكن تشوف رابط الفيديو ده موجود في التعليقات. انا دلوقتي هستنى معكم بيقول لكيد المراجعة انا ممكن يعم معايا ساعة لساعتين. علشان يبدأ يدفع الاعلان او يخلي الاعلان نشط. وكده انا كان شرحي ازاي تقدر تعمل الاعلان على الفيسبوك او تعمل اعلان لفيديو على الفيسبوك. بابسط الميزانية وللمبتدين. لو احتاجت اي حاجة تقصر معي في التعليقات وانا اردت عليك ان شاء الله. واشوفكم في حلقة جديدة. لا تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب مع السلامة. اشتركوا في القناة